استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين حيث استعرض سموه معهم عددا من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تجاوب مع ما يطرحه الرأي العام من قضايا وموضوعات تجسد نبض المواطنين واهتماماتهم مشددا سموه على أن صوت المواطن مسموع والتجاوب معه على وجه السرعة واجب على كل مسؤول وقال سموه إن غاية كل جهد تبذله الحكومة هو ترجمة تطلعات المواطن وواجبنا تجاه أبناء البحرين أن نواصل العمل من أجل نهضة وطننا وتحقيق متطلبات أبنائه على المستويات المعيشية كافة وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بتعزيز الجودة والكفاءة في كافة ما يحصل عليه المواطن من خدمات وتعزيز مؤشرات الأداء في شتى القطاعات وأكد سموه أن جهود الحكومة مستمرة في متابعة احتياجات المواطنين والتعرف عن قرب على ما يتطلعون إليه من خدمات وإقامة المشروعات الخدمية التي تلبي ذلك في كافة مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر